مضم ضمنا بل قاد شكلا ما هي تلك الآية الكريمة التي يقول فيها سبحانه وتعالى بل يذكر ويستحسن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهم مريدون وطوبى للمريدين وأكرمنا ببشيرنا جاء مبشرا وقادرا على التبشير حتى تكون أيامنا كلها بشرا وفضلت أن أحشر مع الزوايا المريتانية التي هي أصل البتلميتيون يعرفون أن مقابرهم تسمى بصالحين إبراهام وإبراهام هذا ابنه هو والد والدتي وأخواله هم أهل الشيخ السيدية وأعمامه هم قوم بدي الذي كان رفيقا لشيخ الخديم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقة التي تربطنا بطوبة نادرة وتشترى بالبشر لغلاء ثمنها كان هو يشتري تلك الكتب النادرة ويهديها إلى من يستحق ذلك فأهدا كتاب الجلالين المعروف إلى جدي الحاج عبد الله نيس والد الشيخ إبراهيم رضي الله عنهما فأمر والدي فأمر والدي بأن يرسل إليه رسالة شكر شعرا وأقرأ منها بيته قال أسكى سلام كطعم الشهد بالراحي ينوب عنا وصال الراحي بالراحي معطرا بنواحي الشيخ فهو أسكى سلام كر المسك نفحته معطرا بنواحي الشيخ فواحي حتى قال هو الجلال هو الجلالان تسير لمنصبكم مثباح علم كضوء صبح اللماح أي أنه قارن بين المثل القرآنية التي اجتمعت في رجل كان اختصارا لكتاب الله تعالى وهو الشيخ أحمد أبام واليوم جئت بهدية نادرة حيث أني كنت في طهران منذ عامين كوزير ينوب عن ينوب عن دولة السنغال وكانت هناك أحاديث عن أصحاب الطرق فإذا بشخص يتطرق إلى الشيخ أحمد أبام بما لا يليق فكان لي أن أتكلم بحضوري علي بخشي الذي كان في ذلك الوقت في إدارة المراسم قبل أن يكون سفيرا في السنغال فذكرت له أن الشيخ أحمد أبام بما هو من السلالة النبوية الشريفة وأخشته له ذلك في هذا الكتاب الذي تعرفه كتاب الأنساء يذكر هنا في هذه الصفحة حبيب الله أحمد بن حبيب الله جد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرحوا هذا الكتاب قرابته في تلك السلسلة في جدي الحاج عبد الله ناس وفي جدينا الحاج مالك وفي عائلة البكاية أبو نعاما المعروفة سرين بي جيغل ما مينيو تهينياني الله مي يغل نيو بي بمطلوكي نخمني نيو معنا teşekkür اصدقر بالكتاب لظهن شكرا لكن تظلم وطولة يفضل تقول البعض وגם كيف intersectم تلو مع الصحراء تقول فنحن كيف تيحدث تقول كيف تقول فنحن محبو فنحن نتحدث ترجم فقط أنت محبو بذلك يحاول من تلك شخص وفيفية ان يؤذني أنه يتعاب للأَغَرَ ناولي قوة وفضل إليك النار ويساعد ناولي بجانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود許 Sheerness لا أعود�� فاللذوي ، ٹا كم هؤلاء عبدالشرك من السعارة من صديق ، صديق ، صديق ، اجعل يمكنك ان تكون بلدها إلى البعض بالتأكيد من التجارب قد أن يتوقف هذه الأعب أشياء البيعية مرحبت لدفعه لعبه فيها فيها بلدها أو فيها بلدها فمي تقولون إنه سنة أبدو خادر مستوى عمر بلدها ومستوى عمر بلدها مستوى أن يتحدث ومستوى أن يتحدث وأن تتحدث معاً لأنه بلدها ترجمة نانسيخ خانمي يعني كيكو عندي الذي يمكنся لأنهم أطفل التي تعتقدها من أطفل كيف سرحت من أنه لأنني أطفل سندي مدعم هو مدعم في حالة أفضل الله عبد الله إذا که حالة أطافه لم يفتح أيضًا فهم لي فهم من الداخل كل هذه الانتغار مظل لها لكن بطالة كانت هي كأتل أطافل صلى الله عليه وسلم كانت تريد العشرة التي أعطلت عن سرين دعني السبب سوف أفضل علي بخشب كان أمّاسي وعلى علامة وسنة أمان أمام أداء السنغال قد تقول أكبر تقول أكبر لقد أدائنا بالسلائل ترجمة نانسي قنقر في مرحلة صغيرة عد أبن 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 بحديث حدث في 1899 في مرحلة سنوات اعطفنا وضعوا الناس فقط يكن لحل الناس عندما يحلون جمال كمبيان 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 كما تلقى سوف يقوموا بتقين المعادة عندما يضحوا من السيرين بسبب الآن سيرين وهو يفعل سيرين الله يسالين اتواج للأدية كانت جاهزين قبل أن يضحوا من السيرين كما قلت سيرين لدينا سرين سياء خيارة هناك في المترجمات الحمد للغاية من أجل أنني أصدقاء لأن لدينا نجل من أصدقاء نحن نعلم بينا في السيد محمد هم سيد محمد سيد موسعا هم سيد موسعا هناك لا يوجدت تصديد يجائل ولكن نحل شديدة طرح وزيادة في نفس شامل ولكن قتل من خارجة شديد لدينا مجرسين ويج fought بهم لتسلسل وقت لحل من المختلفة نفس الباب كيف تزيرت بالمعارة ؟ لقد وصلت على تحقق النار كانت تذكرارات التواصل المتحدة عندما كانت تتخزيخ بي كانت تتخزيخ بي كانت تحقق من تحقق كيف تحقق النار عندما يتجعني انتخزيخ أمار انتخفيتك وكانت تحقق في أمي لذا كانت تحقق لأني اتركتك لكن لا أستطيع ادخل لأنني أحبت أن تحقق لذلك أصبحت أجل من الأمر في هذا الوقت ما أقوله فأنا لدينا أعطاء لدينا أعطاء لدينا أعطاء لأنني أرادت لدينا فأنا أقوله فأنا لدينا أعطاء ولكن عندما أعطاء وكان بعيداً مرحباً جداً لم تعامل المجال يملك الم надоد في السنغال وليس بحيث في المساكل وليس بحيث في الدنيا فارجزون يملك الأطفال فرح أن يدعل أن يكون ها وقت الطاقة الدنيا ماذا بالنسبة أيضاً وليس بحيث في الهدفات إن كان هذا المطلوب رمضي في مجرز و حديث وكتالي وعلي تيد الشميل بحيث في الترنت لأنهم أعكد مصفية تمنون بسبب السبب بكلمة رهانية باسم الله يا رحمة الرحمن والصلاة والسلام على أشهر المزرين والسيدنا محمد وعلى غاليه وصفحه وسلم فطيلة الشيخ سوء المشطر الخليب العام لطريقة المنجدية والسادة المشايف أصحاب المعالي أصحاب السعادة والسادة أعطاء السبب الزمائس أجوها الحبور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا جميعا وجود القادمة من الملتانية إذن تشعروا بحضور الحمد السنوية لترام قدوم الشيخ أحمد دبنقى من المنفى لنشكركم على حصن التجازة وحبارنا في الاستقلال ونتمنى جهودة مرامية إلى أحياء أطردوه السن بالعلم والعبادة والإنفاء بسبب الله والدعوة إليه وقدرم حبة رسول الله والسدق صلى الله عليه وسلم بالقلوم ولا عوى في ذلك فكذلك كان أسلم بمصالف الشيخ أحمد دبنقى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الشاغر وقد قال المعشرين وقد قال المعشرين سنت لهم راباؤهم ولكل قوم سنتهم وإمام رابع وقد قال الشيخ الخديم رحمه الله تعالى إماماً مصلحاً وشيخاً مردكم أحياء الله بي سنته وكشهد في الغمه وأصلح بي شون الكمة رحمه الله تعالى رحمة وواسعة وبركة في خلفه واجعله كم الخلف لخير السنة أمين وقوم هذه المدخلة ومؤاخات الطرق بالصوفية على ضوء ما ذكره الشيخ بالعيني بإكتاله مفيد الراوي فكما تعلمون أن جميع الطرق بالصوفية تستصل في سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسعى إلى غاية واحدة وهي البناء في مشاهدة الله ومن يدعي غير ذلك من أهل التصوف فهو مفتر عاص لأن الولاية لا تكون إلا بالطاعة والطاعة لا تكون إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ولأن الولي من وال الطاعات لم يخللها بمعصية ولذلك قال شيخنا مستهلا منظومته الرائعة إنني مؤاخ لجميع طرقي إخوة الإيمان عن المتقي ولا فرق للأولياء كمن يفرق للأنبياء قال تعالى المؤمنون إخوة وعدم التبريق فيه أسوة قال في شرحي ومعنى الآية أن المؤمنون منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية كما أن الأخوة من النسب ينتسبون إلى أصل واحد وهو الأب الموجب للحياة الفانية فالآية من قبيل تشبيه البليق وحاصلوا معنى الأبيات أن الأولياء كلهم يقولون لأتباعهم عليكم باتباع أفعالي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالي إذن فطريقة واحدة في المبدأ والمنتهى فكما قال الشيخ الخديم نفعنا الله ببركته فكل ورد يريد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انت ما إلى الجيلاني أو انت ما إلى أحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم على الصواب فكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العرش حيثما جلا فالاستقامة في لا تحقر أحد منهم ولا تنكر عليهم أبد وحاصل كلامه أن الشريعة المطحرة جاءت من حيث شهود الأمر والنهي في كل مسألة ذات خلاب على مرتبتين تخفيف وتشديد ولكل من مرتبتين رجال فمن قوى منهم من حيث إيمانه وجسمه خطب بالعزيمة والتشديد ومن ضابعه وجسمه أو إيمانه وخطب بالرخصة والتخفيف وفي الأخير لأنني اختصرت كثيرا هذه الكلمة الرائعة الطيبة لو كان الوقت يسمح لذلك لقرأتها بجميعها ولكنني أنتهز هذه الفرصة أخيرا لأجدد الشكر إلى كل القائمين على هذا الركن الكبير من المريدين ونحن في موريتانيا نفتخر دائما بعلاقة طوبا بموريتانيا وعلاقة الشيخ أحمد بنبا الشيخ الخديم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشناقضة فهي يبخر لهم وجميعهم معترفون بها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتدى أعثر من المدين سيدنا المريدية وتحت رعاية جميع اللجان في لجنة المنظمة لمقال نحييكم ونشكركم على حسن استجابتكم لهذه الدعوة التي تقوي وتفعل وتوثق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين سنغال وموريتانيا عامة وبين الطريق المريدية وسناقطة لأن الشيخ أحمد بنبا حذر موريتانيا ونفئ إليه ولكن يمكن أن نقتبس من البيت الذي يقول فيه رامو مسيري إلى جرب للا لسز لو عاينوا سر ما في سير ما رامو ولكن كذلك لو عاينوا سر ما فيه نفي شيخ أحمد بنبا إلى موريتانيا لتصفيته يعني عقليا و رمزيا يعني و دينيا يعني لأن بعد محاولة تصفيته جسديا في غابون حينما فشلوا لقد أرسلوا إلى موريتانيا لتصفيته نهائيا ولكن يعني راموا مسيره إلى موريتانيا ولكن لو عاينوا سر ما في سير إلى موريتانيا يعني ما راموا يسكركم سيحمد البشير في الحقيقة يعني يقول بأنه يعرف بأنكم يعني بأنه تاريخة الموريتانيا سيحمد بامبا وخاصة سيحمد بزير يعني دخلا دخلا في قلوبكم ولكن هو يقول أنتم يعني لم تدخلوا فقط في خلبه ولكن يعني سكنتم في خلبه أنتم ساعدنا يعني خلبه مهل إقامتكم من أجل ذلك يعني يسكركم جميعا ويعني الكلمة تعجز عن تعبير يعني ما يكنه لكم من السكر والتخدير ويقول لكم إن شاء الله سوف يعني نسعى معا يعني يعني في هذا الدرب هذا الدرب يعني الذي يقوي علاقتنا ويكون يعني هذا الجسر يعني الذي يربط بين سينغال وموريتانيا إن شاء الله كل سنة سوف يعني نبني يعني له دعم أكثر ويقول لكم محبا في داركم لأن لا يكرموا مروا في أهلي أنكم في مدينكم وفي داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مهود بسير ناني مجلين لنقرم تتورو شخصي المختار تتورو وفي أهلي من أهلي وفاقه وفاقه أهلي وفاقه يشدونه بقوة يسرى 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 الله تبارك وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبخديمه هذا أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصلح أحوالنا وأمورنا وأمور المسلمين جميعا وأن يجعل هذا البلدين موريتانيا وسنغال في غاية الرفاهية والوفاق والاتصال والالتحام والأخوة بينهما مع الرخاء الدائمين لنا والأم وأن يجعل المريدين في خدمتهم هذه مستمرين لأنها تربط الشعبين البلدين لعظيم الله موريتانيا وسنغال ونسأل الله تبارك وتعالى ولهم العافية والاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووصل مسلمين جميعا بتقوى الله العظيم والتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيخ كانت سيرته التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول من راد مسكانا لا يخرج منه إلا إلى الجنة فليسكن في دار الأوامر فإنها مسكن وخط خطا دائرا وجعل نقطة بداخله كانت خدمته ومهمته هو نفع المؤمنين وإنقاذهم من النار والاشتغال بمصالحهم ونرجو الله تبارك وتعالى أن نستمر جميعا على هذا الدرب العظيم وأسأل الله لي ولكم العافية وكل عام وأنتم بخير وأشكر الخليفة على حفاوة الاستقبال والذي قدم للضيوف من كرم الضيافة وخدمتهم والاعتناء بهم وتقديرهم واحترامهم وهذا هما أيضا يقدرونه له ويسألون له التعمير الدائمة وصلاح الحالي كما يسألونه لابنه الناطق الرسمي شيخ البشير وكذلك سائل الأسرة جميعا كشيخنا هذا وسائل من الجماعة جميعا السلام عليكم ورحمة الله